موسيقى هايدي قصة حقيقية وانا ما رح عادر يحكي عنا بس الصورة معي ورح يحكي عنا دي بفهم بالعلم أبدان وأديان كان في حدي واحد بأميركا اسم game Roger's عنده بساينت يجول عنده الم vog there يطلع الو بساينت عظهرك عنو ه искحه كلب ما فيه بالبات هالبساينrianطر قبل ما يجي الشيخ على المسجد يشحطوا يشحطوا بعدين سكتوا كلهم طلعوا فيه دخيل كون ش هوي شكلوا هالبسين عم بيفهم كلهم سكتوا الشيخ وكلهم قالوا تركوا الله ذكر الحيوانات كلها في القرآن الكريم وأضعف المخلوقات العنكبوتي خيمت على أقوى المخلوقات وهون وهون صورة البقرة الفيل وكذا وكذا الفطرة بعدها موجودة الحيوانات كلها عايشة على الفطرة والإنسان عنده القدرة يطلع عن الفطرة للأسف أغلى بالوقت هذا اللي عم نعمله ما هذا موضوزه ما حكنا كثير بسيط بس أنه بنا نرجع للشي الطبيعي للشي الفطري الشي الفطري أن الواحد يكون يدور على كل شي في الطبيعة بدور على نقطة التوازن نقطة الراحة يا الله أرسنا يا بلال كل شي في الطبيعة كل الحيوانات كل الكائنات حتى البكتيريا حتى الخلايا كل الإشي في الطبيعة بدور على نقطة التوازن إنه يكون مرتاح هايرة الصلب طب الإنسان هون نسأل حالنا طب الإنسان ليش بظل يعمل الأشياء يلي عم يأذي نفسه ليش عم يظل يكرر الغلطة ليش عم يظل يعمل الإشي يلي عم يأذيه هون بنرجع لنفس الموضوع اللي هو سر من أكبر الأسرار يلي موجودة ويلي عم يستخدموا للأسف الناس يلي حاكمين العالم من ألاف سنين لهلا واللي هو كيف يتبرمج يعني كيف نبرمج اللاوعي طبع الإنسان الإنسان فكر نفسه في أغلب الأوقات طبعا فكر نفسه أنه هو عم يشتغل بناء على تفكيره بناء على اختياره بناء على المنطق تاعه لكن 99% من الحالات نشتغل بناء على البرمجة يلي تبرمجها اللاوعي أنه في تحت الخمس سنين من العمر هلا هون طبعا اللي حاكمين العالم عندهم هاد العلم ويلي عندهم التجارة يلي عندهم الشركات الكبرى يلي عندهم المنتجات يلي بنعرفها كلياتها ويبشتروها الناس وهيك الشركات الكبرى كلياتها عارفين كيف طريقة برمجة العائل وعارفين كيف طريقة استغلال برمجة هاد العائل كيف أحول الطفل الفطري يلي عايش بفطرته كيف أحوله لروبوت منبرمج بالطريقة يلي أنا بدي إياها يشتري اللي بديها، يفكي زي ما بدي، يكون في عنده غضب، يكون في عنده حئد، يكون في عنده طائفية، يكون في عنده مذهب، يكون في عنده مذهب، يكون في عنده... كل هذه الأمور هي نتيجة الخلل النفسي اللي صار تحت الخمسة سنين. هلأ هون... هون... من أساسات الموضوع، لأن الموضوع هذا كثير عميق. هذه الشغلة اللي عم نحك فيها، هذا هو الموضوع اللي بيعود الشخص أربعين سنة يدرس فيه تيستانير. هذا هو الشيء. بيعتمد على أكمن شيء أساسي. الشيء الأول، فبذبات الدماغ. فبذبات الدماغ. دماغ. ويفز أوف براين. بالضبط. هلأ البراين ويفز. نحن حالياً طبعاً ممكن تبلش شيء من شيء بطيئ كتير بسموها الدلتا. حوالي أربعة بالثانية، أربع مرات بالثانية. وبتوصل لأسرع الشيء اللي هو بنسميه البيتا اللي إحنا عايشين فيه. هلأ فوق العشرين. فهلأ طول ما إحنا ذبذبات عنا سريعة، صعب نتعلم، صعب نفهم، صعب نحل المشاكل. صعب جداً إنه نعمل أي شيء كونستركتب، مفيد، نظلنا زي الروبوت. الأشي الوحيدة اللي منقدر نعمله، وظيفة. شو وظيفتي؟ شيل هاي من هون اللي حطوهن، شيل طوبة حطوهن، شيل سمنت حطوهن، أكتب رسالة رد على إيميل، خيط، أعمل شو مكان، بقدر أعمل وظيفة. جيب درينك حطو درينك، حطو شاي، أعطو درينك. بقدر أعمل وظيفة. ميكانيك، روبوت. بس حس الإبداع، التعلم لهذه الشغلات ما فيه. ما بقدر أعملها بشكل كتير بطيء، كتير بطيء. بعمل ميديتاشن حطي يصل للي أبطئ منها، اللي بسموها الألفا ويفز. بالألفا ويفز منعرف بصفة الدهن، بصفة القلب، برتاح، بسير، إذا فيه عند مشكلة بقدر أحلها بشكل سهل، إذا فيه شي بدي أتعلمه، بقدر أتعلمه، إذا الشي بدي أحفظه، بقدر أحفظه، لأنه بطل العقل بصراح 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 بصراح، لا، هده. هلا الأطفال، زي ما حكيانا في عنا بيتا، اللي هي سريع كتير، في عنا ألفا زي ما أعمل ميديتاشن، في عنا ثيتا يلي هي أبطئ، وفي عنا دلتا يلي هي بطيء كتير. هلا طبيا بالطب، بقولوا يلي بيصل للدلتا بيكون بكومة، اللي بيصل للدلتا بيكون بكومة، ثيتا بوصلوها الناس بالميديتاشن، بس بقولوا طبيا أن دلتا هي كومة، لكن مش منتبهين لموضوع. كل الأطفال لحد عمر خمس سنين أغلب الوقت موجودين في الدلتا، يعني الطفل موجودوا عم يلعبوا رايحوا جايوا عم يتعلموا على المدرسة وكذا وهيك، لحد خمس سنوات موجود في الدلتا، لسبب الأطفال عندهم مخيلة كتير عالية، عندهم خيال واسع، بيشوفوا الأشياء، بيلعبوا ألعاب بيكونوا رسموا عالم خاص فيهم، بيتعلموا بسرعة، الأطفال أعطيهم لغة بتعلموها، بيتعلموا اللفظ مثل أهل البلد، مش مثل اللي بتعلم اللغة أعلى كبير، ممكن يتعلمها مية بالمية، بس بيضل اللفظه مش مزبوط، هذا الشي، لأن الطفل يتعلمها وهو في الدلتا، هلأ الشخص الكبير البالغ إذا قدر يهدي نفسه، يصل للألفة والثيتا، ويمكن للدلتا ما بعرف هو صاحي، فإذا قدر يصل لهذه المراحل، بيصير يتعلم كل شيء بنفس الطريقة، بيصير يحل المشاكل بشكل سهل، بيصير كل المشاكل النفسية اللي تكونت في سن مبكر بإمكاني يوصلها، بإمكاني يحلها، العامل الأول بدي أعرف كيف أهدي نفسي، إذا بدي أقلل الأكل، إذا بدي أزيد الإنتاجية، هلأ إحنا الأشخاص الأصحاب في عمان إجبارية، مش إجبارية طبعا، بس إحنا حطين فرض على نفسنا، أنه كل يوم، على الأقل مرة، الأفضل مرتين، بقعد عشرين دقيقة، أعدي مريحة على كرسي، أو شو مكان، على أساس بس أنه أسنى الظهري، تما أفكر أنه وقعت وقعت كذا مثل هيك، فبقعد أعدي مريحة، وبقعد هيك، وما بفكر بشي، وبقعد بكون وجودي في هاي النقطة، وبختار صوت مريح، صوت أنا بحبه، في الشرق بحبوا يحكوا هوم، في ناس بقولوا هوم، في ناس بقولوا لام، شو ما يدي؟ أختار الصوت بالنسبة لأني مريح، وبصير أكرر هذا الصوت مش بالسان، بالعائل، الهدف منه بس إنه ما أفكر، لأن الصوت بحل محل الفكر، أنا عم بكرر صوت، فعم بحل محل الفكر، فأنا ما عم بفكر، فأنا بس قاعد عشرين دقيقة كل يوم، وهي كل حدا يعملها، قاعد عشرين دقيقة، ما عم بفكر، وعم بكرر الصوت، انتهت لعشرين دقيقة، بتمر بسرعة طبعا، لأن أنا في حالة سلام، عملتها اليوم الأول، عملتها اليوم الثاني، ما فيه يومين بس، اليوم الثالث، حياتي الإنسان كلها تغيرت، إنه معقولة، الواحد بقول طب كيف بدي أوفر هالعشرين دقيقة، عندي شغل وعندي كذا وعندي هيك، إنه ما بعرف كيف أوفر هالعشرين دقيقة، بعملها، بلاقي حياتي كلها تغيرت، بلاقي إنتاجيتي صارت أكتر، النوم صار أقل، الأكل صار أقل، المشاكل بحلها بشكل كتير سريع، يعني بدل ما كنت في اليوم من 24 ساعة، صار عندي 48 ساعة إذا مش أكتر، بسبب هالعشرين دقيقة يلي قضيتها بدون فكر، ليش؟ طلعتني من البيتة، نزلتني للألفة، صار في صفاء ذهن، صار في حل مشاكل، صار في إنتاجية أحسن، صار في إبداع أكتر، وجر 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 بسبب هالشي الوسيط، في عالم اسمه توماس كامبل، توماس كامبل كتب كتاب اسمه ماي بيك تو، ماي بيك تو، طبعاً بالإنجليزي معناها طبعاً أصبع رجلي كبير، بس هو اللقاصد فيها، طبعاً هي لعبة عم بيلعب على الكلمة، اللقاصد فيها، اللقاصد فيها، My Big Theory of Everything، تلات كتب هم، أنا بعدني قرأت الكتاب الأول بس، فتوماس كامبل، كان عالم بناسا، يعني أكيد شخص من أرفع العلماء الموجودين في العالم، فيزيسيس، تبع فيزيا، والمهم بيحكي قصة حياته، كيف بلش هو، وهو صغير، بالجامعة، وعم يدرس، وكذا وهيك وهيك، فشاف بوستر موجود بالجامعة، مكتوب عليه تعلم الميديتشي، 20 دولار، وقال، إيش تعلم الميديتشي، آلأ، تعلم الميديتشي، غير حياتك 20 دولار، هيك مكتوب، وقال، 20 دولار بدفعهم، وقتها كانت في الستينات، كانت العشرين دولار كثيرا، ليس بسيطة، ولكن يجرب، دخل، شاف هذا الصف، نادوه، قالوا له، تعلموا مانترا خاصة فيه، وقالوا له تعود، كما قلنا، يعود فترة بدون ما يفكر، يكرر هذه المانترا، ولكن تخلاص روحه على البيت، ثاني يوم نفس الشي، ثالث يوم نفس الشي، فهم، وقال، إن دفعت 20 دولار حتى تجعلوني بس هذا الشي، بس كيف يحدث معه، رابع يوم، خمس يوم، سادس يوم، سبع يوم، حياته عم تتغير، بالجامعة، دراسته، كل شيء كل شيء عم يتغير، فالموضوع كان بالنسبة له، أكيد غير له حياته، بلش، انتهت الجامعة، بلش شغل، الفيزيسيست هناك، شو بيشتغلوا، علماء الفيزياء، بيشتغلوا عادةً في اختراع أجهزة، يعني بيكون مثلاً في وظيفة بمختبر، بيشتغلوا طبعاً في مختبرات كبيرة وهيك، في وظيفة لازمتهم، مثلاً في عنا خلينا نقول عم من إيس درجة الحرارة لمعدن في وجود ظل شيء معين في وجود كذا، بيكون في ظروف معين، بيقول له ركب لنا الجهاز يلي إيس هذا الشي، فبيشتغل بهذا المجال، حلو، وهو موجود هناك، ولفي يوم من الأيام اجتهم دعوة، دعوة لكل الطاقم العلماء اللي موجودين، من شخص، من هو هذا الشخص؟ روبرت مونرو، طبعاً روبرت مونرو اللي ما بيعرفه هو من أول الناس في العالم اللي كتبوا في الخروج من الجسد، وعنده أكتر من كتاب، أظنني أول واحد كتبه كان جيرنز بياند بادي، وبهذا طبعاً إقرأوا الكتاب مش طبيعي، لأنه بيحكي عن كيف بلشت معه، كيف ما أكفس، بيقول الناس اللي موجودين فيه هم الناس اللي علقانين بالعاطفة، اللي مات، ترك جسده، ولساتهم كتير عندهم معاطفة بيعلقوا هناك، دراما، 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 كله دراما هذا العالم، ثاني كأنه مرحلة انتقالية، العالم الثالث بيقول شي مش طبيعي، كتير بيشبه العالم اللي خاص فينا، وكأنه نفس الأرض اللي احنا عايشين فيها، عندهم سيارات، عندهم نفس الشي، عندهم طيارات، عندهم شغل، بروحوا على الشغل، برجعوا من الشغل، كأنه نفس الأرض، ولكن في عالم موازلة إلها، بسموها Parallel Universe، المهم يطلع من هاي، يدخل هاي، يدخل في هاي، بعدين بالعالم الثالث، انتبه على الشي، أنه الأشخاص بالعالم الأول والثاني كانوا يشوفوه، يتعرفوا عليه، بالثالث ما كانوا يشوفوه، حتى يقدر يحكي مع الناس اللي موجودين فيه، كان يضطر يلبس جسد، يعني جسد شخص معين، مثل كيف احنا بنعمل السيانس هنا، بقى على الأرض، بتيجي واحدة أو واحد بيعود، تلبس روح معينة، بيترتحكي من خلالهم، نفس الشي، فهو كان يضطر يلبس جسد معين، ومن خلاله يقدر يحكي مع الناس اللي موجودين، بس يخلص يطلع، بيريشيكيش بالهند، بيعملوا هذا الشي طول الوقت، فيه صديق لقيلنا بالأردن من الهند هو، تعرفيه مريم، فبيحكي لنا على قصص بيريشيكيش، أشياء ما بيصدقها الواحد، وقلنا بيريشيكيش عندهم العلم لدرجة، إنه بكون فيه شخص عم يموت، أو بده يترك جسده، بس جسده كويس، يعني جسدياً ما فيه مرض، بس بده يترك جسده، فيه شخص تاني كبير كثير في السن، تسعين أو خمسة وتسعين، ولسه بعده ما خلص شغله، فبيستأذن منه، بقول له بيصير، بس تترك، بدي أخذ جسدك، بقول له بيصير، ما فيه مشكلة، بيسننا بس تترك جسده، بيترك من هون، بيدخل هون، بيستعمل، بيكمل شغله، فبيقول له بيريشيكيش، هذا الشيء عادي، المهم، كنا عند جون، توماس كامبل، وروبرت مونرو، وقبليها كنا بمحل، بس مش مشكلة، فتومس كامبل، إجتهم دعوة من روبرت مونرو، روبرت مونرو، طلب من هالعلماء اللي موجودين في المختبر، 12 شخص أظنني كانوا، قالهم بدي أكم تيجوا على المختبر عندي، على المركز، تتشوفوا ش اللي عم نعمله، طلعوا هالفيزيا، تعرفوا علم الفيزيا، في أغلب الوقت عندهم شوية عنجوهية، أول علماء بشكل عام، يعني، مش ما بيأمنوا بالروحانيات، بس فيه نسبة كبيرة كتير، بيكونوا علمي بحت، إنه فرجيني شيء أقيسه، واحد واحد اثنين، ما تقولي ميدتيشن، لا، واحد واحد اثنين، ما تقولي ميدتيشن، ما تقولي روحانيات، ما تقولي كذا هيك، ما تقولي أوتوف بادي، فرجيني إيش شيء أشوفه، ألمسه، بس أدبه، فالمهم راحوا، طلعوا هناك، طبعاً توماس كامبل، كان بعضه شاب صغير وقتها، ممكن بالستينات، ولا بأول السبعينات، هالكلام، فداخلين على مختبر، أول شيء يدخلوا على المزرعة، لأنه روبرت ما نروح عايش بالغابة، بالكونترسايد، فدخلوا، بتطلع هيك، أول شيء هم داخلين ببتسموا يعني، هم بقولوا راحين، بنروح ونشوف فضول بس، بنشوف مين هات الشخص اللي بقولي، اللي بتطلع من الجسم، فداخلين شوي شوي، ولا دخل هيك، ولا هي، امباير، مزرعة كبيرة، شخص غني جداً، يعني بالملايين موجود عنده، دخل هيك، توماس كامبل عم يفكر، بقول هذا الشخص الغني كتير، أكيد، هاي أول خطوة، أكيد ما راح يخدع الناس تبيع كتاب، ما بده مصاري، يعني منه ناقصه شيء، تيحاول يألف قصة إنه أنا طلعت بره الجسم تبيع كتاب، فهي الخطوة الأولى، دخلوا، قعدوا في غرفة تا يستنوا، والتي يجي، بقول إجا هالشخص، راكز، رزين، علمي، واضح جداً إنه، يعني شخص علمي بحث، ما راح يجي يقول أنا طلعت بره الجسم، وهو يعني، منعرف كتير هالله، في السبيرتشواليتي، بقولوا الكلمة بالإنجليزية، تشيزي، في كتير ناس، تشيزي، بقرأ كتاب واحد، بصير خلاص عالم بالروحانيات، بصير بدي أعلم مديتيشن، وما بعرف شو كذا، كله يضاس، مش أربعين سنة هيك، إنه، أغلب الناس للأسف، ومش أغلب الناس، من الناس اللي بكون في الروحانيات، وباليوغا، وبالكاس، وبالهيك، 99.99 كزبين، وبنعخص بهم متل عرب، وعطى حد داكن، وبصير مهي، وكلنا الله بنفس الوقت، ف... استفت قلبك، ولو وقفتوك، ف... كانوا متوقعين يشوفوا حدا من هذا النوع، يجيهم واحد هيبي، لابس بلوزة ملونة، وما بعرف شو هيك، فدخل، والله هو الزنم الرزين، علمي بحث، زكي جداً، يعني عالم، من الدرجة الأولى، من طراز الأول، دخل، بلشيك، بدأ سلم عليهم، كان بالمتحمل، سألوا فوراً، صار يقول له، مظبوط أنك طلعت من الجسم، هدولاك استغرقوا إنه طب، حط حط مقدمة أول، يعني دخلت، خشيت في الموضوع على طول، فقال له، طلعت من الجسم، فهداك قال له، مظبوط وطلعت، هداك رد عليه بقول له، يعني، كل إشي منطقي موجود عندي بوجهني إنه هذا الشي اللي صار معاي، لكن، أنا ليش دعيتكم لهون؟ بدي شخصين من عندكم، إذا بتقبلوا طبعاً، بدي شخصين من عندكم يجوا يشتغلوا عندي، تا يركبوا أجهزة، تا تثبت إنه مظبوط عم نطلع من الجسد، موضوعه طبعاً كتير شيغ كان، فتومس كان بالقال، طبعاً أنا عم بقرأ هاد الكتاء، وأنا عم بقرأ فيه، يعني كنت طاير، لأنه أنا من زمان بدور على أي شيء تفاصيل خاصة بروبرت مونرو، تفاصيل علمية، فتومس كان بالأخير، تشاوروا كذلك، هو واحد زميل له، اختاروا إنه هنصير، إحنا نداوم عندك، نشتغل عندك، وصار يروحوا، المسافة عربعين دقيقة، كل يوم يطلعون الصباح، يروحوا، يشتغلوا عنده، ويروحوا المساء، أو مرة، يروحوا، يشتغلوا معاي، يشتغلوا معاي، يحاولوا يركب أجهز، يحاولوا لسا ما في أدلة، ما في أدلة، يفرجيهم كيف يقعد، يطلعوا، يرجع، أشخاص ثانين يجربوها، بالأخير، بلاشوا يختبروا الذبذبات، كان بلحكا لهم، إنه خلال مرحلة الفصل عن الجسد، وأنا عم بعمل عملية الفصل، في ذبذبة حوالي أربعة هرتز، عم بتصير، فور هرتز، فور هرتز، يعني بتعرفوا إنه تقريبا هيك بهاي سرعة، بهذا الصوت بيكون بس موجود، أنا عم بسمعه جوا، طبعا فيه صوت ثاني بيكون عالي، اللي هو اللي هو بسموه صوت ثاني الفصل، وهذا كل واحد فينا، إذا بسكر دينية، منحكيها حتى لأصحاب عندنا، لما نعمل المديتيشن، زي ما حكينا، عشرين دقيقة قبل اليوم، بس بدون فكر، خلينا كل حدا يجيب السماعات اللي بتعزل الصوت، فيه ناس لسا عملوها أكتر، كما بيجيبوا السماعات الداخلية، زي الأطني، وبعدين السماعات الخارجية بتنحطهن، فيعزل الصوت مية بالمية، هلأ أي حدا بيعملها، بس يعزل الصوت فورا ما تحس فيه رنة موجودة بالدان، طبعا إذا عالية الرنة بسمعها بدون ما أعزل، بس أي واحد بسكر بالإبهام أو بالأصابع أو شو مكان، إذا بسكر وبسمع فيه رنة موجودة جوا، هاي الرنة مرافئة لأينا، إذا بسير أخلي جسمي رن عليها، فورا ما تأخذني لعماكن، تأخذني لعوالم، المهم، فروبرت منرو أعطاهم هنت، هيك، هنت، تب، قالهم فيه أربعة هرتز عم بتسير معاين، فكان بلو صاحبه قالوا خلينا نجرب، عملوا جهاز، إلكتروماغنتيك، كهربا مغناطسية، يكون على اليمين، وعلى الشمال، يحوتني بمجال أربعة هرتز، وبلش، يحوت، يعودوا هما بالوسط، هو صديقه، يعودوا ويستنوا، يستنوا، يستنوا، ما يصير شيء، يرتخوا شوية، بس ما يصير شيء، يجربوا، يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، بعدين انتبهوا على شغله، من خلالها، طلع علم الباين أورالبيتز، اللي هو روبرت منرو مشهور كتير فيه، روبرت منرو في عنده مجموعة من المحاضرات، أو مش محاضرات، اللي هي audio tapes، محاضرات صوتية، أو guided meditation، أو شو ما كب نسميهم، فمجموعة بيسموهم، بيسموهم، بيسموهم الهيميسينك، Synchronize للهيميسفير تابع البراين، فتومس كامبل وصديقه، بلشوا، قالوا، طب بدل ما نحط أربعة هرتز، خلينا جرد نعمل شيء، نحطهم تمانة، نحطهم أربعة، أو نحطهم عشرة، ونحطهم ستة، ما الفرق بينهم؟ أربعة، لأنه في أربعة فرق، بيصير بسبب أنه هون في شيء، والفرق بالنسبة للبراين، أربعة، بيصير البراين يهز على الأربعة، بيصير يعمل هيك، أي حد بيجربها بيعرف، بيصير هيك هيك، البراين يهز، بس بالسرعة اللي حكيناها، عم يهز البراين، هز البراين، جربها هو صديقه هب، أم طلع من الجسم؟ الأول طلع، الثاني طلع، قالوا هذا الشي حقيقة، بالإسلام، بكلمة واحدة، قالوا نطعوا ليجريعنا، وبرخ الشقوع، خلص، خلص، خلصنا، بس يخلق الطفل بالإسلام، بايوا، واش بيعملوا بيدانته، خلصنا، لا إله إلا الله، ختمها، طبيعة كلها أربعة، راسها كلها كلها مربعة، نين وثلاثين بثلاثين، ثلاثين، ثلاثين، أربعة، ستين، ثمينة بثمينة، يعني بس، ما في علم، ممنوع، ممنوع نوعا، يجب أن نظل نعوي، كلنا ضحية الجهلة، الإنسان عدوهما يجهل، يعني صرتي درزية، يعني صرتي مسيحية، يعني، هل زي ما حكينا، كل حدا، صورت درزي، صورت مسيحي، صورت شو ما كان، مجرد ما أنا بعتبر أنه أنا أفضل من شخص تاني لسبب من الأسباب، بس بدي أعرف شغلة واحدة، أنه في مشكلة نفسية لازم أحلها، شو ما كان الشخص، شو ما كان باعتبار المجتمع أنه كويس أو كبير أو مهم أو شيخ أو كذا، شو ما كان الشخص إذا بنفسه أنه هو أفضل لسبب من الأسباب، بسبب دينه أو طائفته أو مذهبه أو فكره أو علمه أو شو ما كان، إذا هو عم يستخدم هذا الشي، تحس نفسه أنه أفضل من غيره، فورا يعرف أنه في مشكلة نفسية، المشكلة النفسية بتنحل، بس أنا، هالشي اللي عم يصير عندي هو بسبب مشكلة نفسية، هلا للأسف تربية العرب قدت أنه نسبك بي لتسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة، بتربو على هاي المشكلة، إنسان عدو ما يجهل، كلنا ضحية الضحية، تمردوا بقى، الأجانب عندهم عيوب طبعا، ولكن بيربوا الأطفال على الاحترام، بيربوا الأطفال على الأخلاق، فأكيد نسبة الناس اللي عندهم يلي نفسيا أصحها أكتر بكتير، غرب في أشياء للتأمون، ممنوع دخول العرب ومعهم حق، لأنه عاطفة وجنون عظمين، بس، لازم تقول صلى الله علي، لازم نلاقيك، ما منحترم غيرنا، ونفترض نفسنا أفضل من غيرنا، هاي المشكلة، وكل شخص بيحاول يفترض حاله، أنه أفضل من غيره، الرسول ما عمره عمل هيك، الرسول جعله ليمودي، كنت هلأ في كنت تعملوه، حطو ميرر جيزين، ما تسألوني، إذا سألتوني مناني، وكيف بعملكم دليل، كلها الميرر جيزين، فيك تعملها، مرآة المو مهن، ملعب المريه، الأرمن واقحين، بيحطوا مريه على البيب، مريه بس تفتح البيب، وتستقبلهم فيه مريه هون، وبالدار فيه مريه، دي ماركيشن لاين، حطا شوش جير جيف، سلوط، الرسول جاره اليهودي، كان يروح يشوق عليه، إذا كان مريض، شوفت كل يوم، نقبله، نقبله، نفقية، إذا أخونا المسلم، فكر بطريقة تختلف عننا، نروح ونقتله، فقط نريد أن نعرف شغلة، أنه، أول شيء، نعرف، الله بريء من هذا الكلام، نعم، أكيد، كيف لا يكون بريء، الحيوانات لا تقبلها، كيف يقبلها من إنسان، يسمي نفسه مسلم، فبدي أعرف، أنه، لما أغضب، مجرد ما إني أغضب، لأن الشخص يخالفني بالرأي، هذا يعني أنه أنا في عندي مشكلة كبيرة، نعم، مشكلة فيك، في عندي مشكلة نفسية، والمشكلة النفسية هيتكونات، زي ما حكينا، بسن الطفولة، بسبب أنه، بسبب كبت، بسبب تربية غلاط، بسبب عدم احترام، العرب الكبير، ما بيحترم الصغير، الصغير ما إله رأي، حتى لما يكبر كثير، لازال ما عنده رأي، مقارنةًا بالأكبر منه، بينما عند الأجانب الطفل يلي عمره خمس سنين، ثلث سنين، وأربعة سنين، بيحترموك أنه إنسان بالغ، ومنتج في المجتمع، ولهالسبب العرب ما عم بينتجه شي، لأن الإنسان، زي ما حكينا، الإنسان يلي عنده هاي المشاكل، دائماً إنسان مستهلك، ما بينتج شي، هكسنا، المستهلكين، زبوناك، زبوناك، كم زبون عندك، أنت كم، عدد، نحنا مش عدد، يوار نطقي ننبر، يوار ننبر، يوار ننبر، مزبوط، العرب بيضله، ليش العرب بيضله تحت؟ الإنسان يلي عنده كبت، الإنسان يلي عنده غضب، الإنسان يلي عنده تعاسة، كلها بسبب هاي التربية الغلط، ما بيقدر يشوف شخص جنبه سعيد، هني بيساعد الشاطر، نحن أجل في حد أساطر؟ بالضبط، ليش؟ ليش لأنه إحنا مش كويسين، الله موجود فينا، الله موجود في كل إنسان، لكن في عنا عاطفة، بدنا نشيل هاي العاطفة، بدنا نعرف نشيل البرمجة، بنحكي بحلقة تانية على واحد اسمه دايف ألمان، أهم واحد عالج بالهبنوثرابي بالتاريخ، فليش؟ أنا صار لي فوق العشر سنين، عم ببحث بالعلوم النفسية، إنه كيف أنضف المشكلة اللي موجودة عند البشر، وبتعرفه من أفضل علما التاريخ، يلي الحمد الله قرأت لهم، يعني من أهم واحد والهلم رايخ، فرويد، يلي بيفهمه من أرواح الناس، في بدايته ومش بعد ما، يعني في بداية شغله، كارل يونغ، شو ما كان، العلوم الشرقية، العلوم الغربية، العلوم المديتاشن، علوم الكذا، يعني ما خليت طريقة شخصياً تشوف إنه كيف ممكن الواحد ينظف المشكلة اللي بتكون تكونات في سن الطفولة، يلي عمر سنة، سنتين، تلت سنين، واحد صيح، طفل قاعد هيك، واحد بالغلط، يعني مما قصدهم، واحد راح صيح بطريقة صوت كتير عادي، جفل الطفل، الجفلة هاي بتضل عنده لا يكبر، بتأثر بشخصيته، بنفسيته، وبتصرفاته، وقراراته، كل إشي بتأثر فيه، بسبب هالجفلة الصغيرة، منشوفها هاي بالحيوانات، الحيوانات للأسف ما بقدر يشيلوها، الإنسان بقدر يشيلها، زي ما حكينا، إذا عارف يصل لبزرة المشكلة، ويغيرها، اليوم أطفالنا كلها بتحضر تليفزيون، وبتشوف الدبح، وبتشوف الفرد، وباي بيجيب له فرد، وبجيب له هيك، وبفرع، ما في حيوانات، ما لدينا مسؤولية، ما هي الأهل عم بتخلف أطفاله، هي منها جاهزة إنها تخلف، زي ما حكينا، كل إنسان الله، هذا الشيء لازم نشوفه، نركز على الشيء الإيجاري، بدنا نأول حب، وبدنا نحب حال، للي ما بحب حاله كيف لي يحب الناس، بس أنا ما عندي مايكي، بدي أصغيك، نصبوط، فاقد الشيء لا يعطي، حطيدك للعسل، أنت أول واحد تلحص، بدأ أتعلم كيف أحب نفسي، بدأ أتعلم كيف أكرم نفسي، بدأ أتعلم كيف أعطي نفسي وقت، لراحتي، للشي يلي بحب أعمله، للأمور يلي بتسعيدني، بدأ يكون فينا احترام للنفس، إحنا هلا عندنا سادية، يا حبيب قلب، الحي، في شعارات جديدة إن شاء الله بتكون عندك، الشعارات الجديدة للوزارات، وزارة الكهرباء عندنا، الله نور السماوات والأرض، وزارة الرأي الماء، فتيمموا صعيدا طيبة، وزارة الصحة كل من عليها فان، وزارة الخارجية، أرض الله ويسعه، وزارة المالية، وأما بنعمة ربك فحدس، وزارة الأوقاف، إنا لله، وإنا إليه رجع، يعني نكتما دومي، يا من أجسا.